السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا اليوم الجمعة 22 كانون الاول ديسمبر وبما انه توقعتنا اليوم الجمعة فجمعة مباركة على الجميع اليوم القمر موجود في برج الحمل ورح ينتقل لبرج الثور طبعا الانتقال رح يكون الساعة 52 دقيقة من صباح اليوم الجمعة لانه في عنا خلو مسار سريع جدا يعني مدة تقريب الاربع دقائق والانتقال رح يكون سريع طبعا القمر بعد ما ينتقل الساعة 52 دقيقة صباحا من صباح اليوم الجمعة بتوقيت جرينيتش رح ينتقل لبرج الثور رح يظل موجود في برج الثور لغاية الساعة 48 دقيقة من صباح يوم الاحد 24-12 لا ينتقل القمر بعدها لبرج الجوزة القمر الان موجود في منزلة الثورية وهي منزلة جيدة تنفع للبدء بكل شيء وغير مناسبة لإظهار اي شيء مناسبة للسر والكتمان واخفاء الامور ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة 6 و57 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الجمعة لا ينتقل القمر بعدها لمنزلة الدبران وهي منزلة سيئة لا تصلح إلا للعداء والمشاكل ومن الأفضل عدم البدء بأي شيء جديد بما أن القمر موجود يعني لغاية ساعات الفجر فما في داعي نذكر تأثيراته لما بيكون موجود في برج الحمل إلا أنه منظل بنشعر بالنشاط بالعمل منظل في عنا يعني نوع من أنواع التصميم والاستقلالية ولكن أنه ممكن نتسرع أو نتهور في تصرفاتنا من كون عصبيين بدنا ننتبه أثناء الحركة وأثناء قيادة السيارات لأنه شوي ممكن من نفاذ صبرنا أنه نعمل يا مشاكل مع الآخرين يا إما ممكن يصير بعض الحوادث بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين بلوتو هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة وعشر دقائق فجرا بتوقيت جرينيش بتدفع بعض الأشخاص للتسلط ومحاولة فرض سيطرتهم على الآخرين ممن حولهم من الأصدقاء وأفراد العائلة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين الشمس هاي الزاوية رح تكون الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة فجرا بتوقيت جرينيش منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا منتلقى المساند والدعم من الأصدقاء منتجه لتغليب العقل منصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا وبتساعدنا على التوازن والثقة بالنفس ونجاح العلاقات العاطفية بعد هاي الزاوية مباشرة ببدأ عنا خلو المسار خلو المسار زي ما حكينا هو مدته تقريبا ثلاث دقائق وشوي يعني أربع دقائق ببدأ خلو المسار الساعة ثنتين وسبعة واربعين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش وبينتهي الساعة ثنتين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش ودائما خلو المسار هي فترة سلبية ولكن لأنه قصر الوقت ما أعتقد أنه رح يكون فيها الأعمال المهمة بهذا الوقت الساعة ثنتين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيش القمر خلاص بنتقل وبصير في برج الثور إذن اليوم التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج في ساعات النهار كأنه يعني شوي منكون هيك أكثر حذرا من ميل لحماية ممتلكاتنا ونادرا ما نبحث عن أشياء جديدة يجب أن نعتمد على أنفسنا ماليا ولا نفكر في اقتراض الأموال من البنوك أو من الأصدقاء أثناء وجود القمر في برج الثور ينصح ببدء خط التوفير أو شراء عقار أو قضى وقت ممتع بالمنزل بعدها الانتقال مباشرة في عنا انتقال الشمس انتقال الشمس اللي رح ينتقل تنتقل من برج القوس لبرج الجدي طبعا الحلقة موجودة على القناة فعشان هيك لازم تسمعوها عشان تعرفوا خلال الثلاثين يوم القادمات إيش التأثيرات رح تكون على جميع الأبراج انتقال الشمس رح يكون يعني الساعة ثلاثة وسبع وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش من صباح اليوم الجمعة ورح تظل الشمس موجودة في برج الجدي لحتى عصر يوم السبت وعشرين واحد الشمس لما تنتقل وتصير في الجدي هنا يعني تعطينا نوع من أنواع الجدية في النظر للأمور والتعامل معها بحيادية كبيرة بثير جو من البرودة والاكتئاب والميل للعزلة والتدقيق الكبير في القوانين وبرودة في المشاعر عند البعض وجود الشمس في برج الجدي بصورة عامة بيدفع يعني هيك بيدفعنا للنظر للأمور بمنظار الجدية والمسئولية ونجد الحياة أصعب مما كنا نتصور طبعا تاثيراتها زي ما ذكرت موجودة بحلقة منفصلة على جميع الأبراج بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون الساعة خمسة وواحد وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينج بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبرضو بتمنحنا كفاءات للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح تكون الساعة سبعة وسبعة دقائق صباحا بتوقيت جرينج نصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل ومتعزز لدينا الحس بالمسئولية المناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية رح تكون بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة 12 و53 دقيقة ظهرا بتوقيت جرينج بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كأنها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي عمل إنساني بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية بتمنحنا العطف والمودة هم نحضب الشعبي واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كما أنها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية بطيئة هي زاوية اقتران إيجابية بين الشمس وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها الساعة 6 و 53 دقيقة مساء بتوقيت جرينج بتعزز قدرتنا الفكرية أو قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه وبيزداد التوجه لإجراء الاتصالات أو التنقلات أو السفريات الضرورية وبتجلبنا الحيوية والنشاط وبتزيد من قدراتنا العقلية هذا الاتصال مناسب للنجاح بالامتحانات أو نجاح أدبي أو مشاريع حالية يجب علينا أن نركز على مجهوداتنا أو على أهداف محددة وهذا الاتصال غير مناسب يعني بشكل قوي للأسفار وعلاقات الصداقة الغير مدروسة أو الزوجية من المصالحات لأنه برضو ما ننسى أنه عطارد يتراجع بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعاً عندنا من الآن ولغاية ساعات الفجر عندنا الراس والأسنان واللسان والعضلات المخططة والقضيب والمرارة والشريين والدم أما من ساعات الفجر وطيلة النهار عندنا العنق والحنجرة الحفال الصوتية الغد الدرقية واللوزتهم وتفاحة آدم أدول اللي بصيروا أكثر حساسية طبعاً هاي العضاء ما بصير أنه نعمل لها عمليات كبرى خلال هذا اليوم ولكن كمراجعات علاجية أو فحصات أو أخذ أدوي ما فيه أي مشكلة برضو باقي أعضاء الجسم ما فيه أي مشكلة لإجراء العمليات الجراحية هذا اليوم مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر يصلح لقص الشعر التجميلي والصفغ ويصلح أيضاً للقص العلاجي بما أن القمر رح ينتقل لبرج الثور معناة خلو المسار القادم بيكون صباح يوم الأحد 24-12 بيبدأ ساعة 6 و39 دقيقة صباحاً وبيستمر لغاية الساعة 8 و14 دقيقة صباحاً بتوقيت جرينج بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار المحدد عمره عشر أيام فيه تمام الساعة 11 و8 دقائق بظهراً بصغير 11 يوم نسبة الإضاءة 82% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في القوس وبدأت تنتقل للجدي ورح يضل في الجدي ليوم عشرين وآحد سعيدة الآن بنسبة 60% في ساعة الصباح سعيدة بنسبة 100% ساعات العصر سعيدة بنسبة 70% القمر في الحمل ورح تنتقل لبرج الثور ورح تظل موجودة في برج الثور لغاية يوم 24-12 سعيدة الآن بنسبة 100% ساعات العصر سعيدة بنسبة 60% أما ساعات المساء يعني عند المغرب تقريباً سعيدة بنسبة 15% ساعات المساء المتأخرة منتحسة بنسبة 10% عطارة في الجدي بيتراجع حتى يوم 23-12 يعني يوم الغد بده ينتقل تب متراجع لبرج القوس سعيد بنسبة 10% الآن في ساعات المساء منتحس بنسبة 25% الزهرة في العقرب حتى يوم 29-12 سعيدة بنسبة 15% المريخ في القوس حتى يوم 4-1 منتحس بنسبة 10% المشتري في الثورة بيتراجع حتى يوم 31-12 سعيد بنسبة 10% زحل في الحوت حتى يوم 29-6 سعيد بنسبة 15% أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم 27-1 منتحس بنسبة 5% نبتن في الحوت حتى يوم 2-7 سعيد بنسبة 15% وبلوتوف الجدي حتى يوم 2-5 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط لغاية ساعات الفجر وبتسيطروا على زمام الأمور وبتنجحوا بالدفع بمصالحكم أما من ساعات الفجر فهنا القمر رح ينتقل يعني إلى برج الثور فبتصير اليوم بيحمل فرصة مالية بتكون مفاجئة وتدخل تحسين على ميزانيتكم بتنشطوا بالاتصالات والزيارات وبتهتموا للترويج لخطة أو للقيام بزيارة ممكن تعالجوا مسائل إدارية أو تمويلية بتتطلب توقيع أو متابعة لدى المراجع البعنية برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بيتطلب منكم عدم المبالغة في مجهودكم الجسماني لأن القمر ما زال موجود في بيت المتاعب ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وانتبهوا لغذائكم وراحتكم أما من ساعات الفجر وما بعد وطلت النهار تصبح ثقتكم بأنفسكم كبيرة وبعمكم النشاط بادروا لخطوة جديدة دعم من مركزكم الاجتماعي القمر رح يجعل هاي الفترة مميزة واستثنائية يدعوك الجولة بذل جهود من أجل إشاعة السلام وبلوغ التفاهم تعتبر فترة يعني بداية ممتازة وأكثرها دعما حاول أنك تأخذ المبادرة وكون شجاع برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا بيظل النشاط الاجتماعي معي من الآن ولغاية ساعات الفجر وبتلتقوا الأصدقاء ومنكم أشخاص ممكن يشاركوا في حفلة أو مناسبة سعيدة ولكن من ساعات الصباح القمر رح ينتقل لبيت المتاعب فرح تدخلوا فترة بتطلب منكم عدم المبالغة في جهدكم الجسماني وإنجاز ما بوسعكم من عمل متراكم دون إهمال صحتكم لا تراهن على الحضوض في الفترة القادمة لأنه فيها نوع من أنواع الركود ومراوحة المكان وما تجازف بصحتك أو بعلاقاتك لأنه الأفكار مشوشة والظروف مخيبة بالنسبة لموليد برج السرطان بالظل الفرصة متاحة من الآن ولغاية ساعات الفجر للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل واللي بيعملوا بينجحوا بإثبات جدارتهم للمسؤولين وبإمكانكم تحافظوا على إنجازاتكم القائمة ولكن بدون انفعلات وبدون قرارات ولا مغامرات أما من ساعات الفجر وما بعد تسعدوا من لقاء الأصدقاء وتعاونهم معكم ممكن يفاجئكم أحدهم بتصرفاته أو بطلباته وبترافقك رياح مواتي رغم الضغطات كرروا المحاولة إذا أردت الدعم والتأييد فترة مناسبة للانضمام لجمعية أو مؤسسة تطلاق مع طموحاتك بالنسبة لموليد برج الأسد من الآن ولغاية ساعة الفجر بتنشطه في مسائل إلها علاقة بالسفر والاتصالات البعيدة وبتصير فترة مناسبة لإجتياز امتحان أو إجراء مقابلة بتظل الأجواء داعمة لهاي الأمور ولكن لا تعتمد كثير على الحظوظ اظهر تعاون أكبر مع الآخرين ومع الجهات المسؤولة أما من ساعات الفجر وما بعد وطلت النهار بصير هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل أو بيرغبوا في إدخال تعديل على طبيعة عملهم وبوسعكم إثبات جذارتكم للمسؤولين فترة مهمة على الصعيد المهني والاجتماعي ولكن ممكن يكون في قلق حول أحد أفراد العائلة أو ممكن تواجه مسؤولية أو عبء مهني لا ترتبك في المواقف الحساسة لأن الجو العام في صعوبة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بالظل الأمور المالية بتشغل فكركم والفرصة متاحة لمكسب إلو صلة بشراكة أو تعويض من الآن ولغاية ساعات الفجر ولكن حاولوا انكوا تبادروا لتصحيح الأخطاء وترتيب الأوضاع وانتبهوا على أموالكم من السرقة أو الضياع أو من المحتالين من ساعات الفجر وما بعد وطيلة النهار بيصلكم خبر من بعيد أو من خارج البلاد وبتنجحوا في مسائل بتتعلق بالسفر والاتصالات وبتزداد رغبتكم في البحث عن قاسم مشترك بيجمعكم بأحباكم بترتفع المعنويات وبتصير فرص النجاح واضحة بشكل كبير وبتعودوا للإمساك بزمام الأمور هذه فترة إيجابية جدا بيسهل خلالها الحوار وبتفرح بخبر أو تجاوب برضو فيها سفر محتمل لبعض موليد برج العذرة برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان من الآن ولغاية ساعات الفجر ابترغبوا في تدعيم شراكاتكم وبالضل الفترة هاي مناسبة للقيام بعمل بالطلب تعاون من طرف ثاني أهم شيء أن هاي الفترة برضو ما بيجوز إثارة المتاعب فيها لأن القمر ما زال موجود مقابلك تماما فبدك تتجنب الإنفعال والقرارات المرتجلة والتصرفات العدائية أما من ساعات الفجر وما بعد هنا بتتغير الأوضاع تمنحكم فرصة لمكسب مالي إلى صلة بشراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لإلكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن تفكر في مستقبلك أو يعني هيك تفكر في نوع من أنواع الإدخار قدم التنازلات وتراجع عن خطوات وقرارات سببت لك إزعاج أو عدوات بالفترة الماضية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر أنجزوا ما ترى كم لديكم من عمل تجدوا تعاون من الزملاء نظموا جدوى الغذاءكم وخذوا قسط من الراحة من حين لآخر أما من ساعات الفجر وما بعد هنا القمر بصير مقابلكم تماما فبصير هذا اليوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف ثاني أو بوسعكم تعزيز شركاتكم سواء المالية أو العاطفية ولكن خلال هذا اليوم بدك تحاذر من الإنفعالات لأنه بيصعب التفاهم معك وممكن تقع في ورطة أنت بغنى عنها الجو متوتر فممكن تظهر مشاكل طارئة بدك تكون صبور وما تتذمر لأنها هاي فترة خالية من الحظ برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بتزداد رغبتكم في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم وبتظل الظروف جيدة وما لكن ممكن يكون في بعض القلق اتجاه أحد الأحبة بتميلوا للهو والترفيه ولكن لا تعتمدوا كثير على الحظود وما تبلغوا بملذاتكم من ساعة الفجر وما بعد وطيلة النهار ورغم تراكم العمل إلا أنه عندك قدرة على إنجاز حصة الأسد منه نظموا جدول غذاكم خذوا قسط كافي من الراحة ما تلتهوا بالقشور والأمور الثانوية اعتمدوا على جهودكم وطاقتكم لحصد النجاحات والأرباع وراقب وضعك الصحي ممكن يكون في بعض القلق المهني برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا من الآن ولغاية ساعات الفجر بيظل في نوع من أنواع الرغبة لإدخال تعديل على مسكنكم أو التفاهم مع أفراد العائلة فترها مهمة لتعزيز الروابط بالرغم خصوصا الروابط العائلية بالرغم من الهواجس اللي بتعيشها أما من ساعات الفجر وما بعد بترغبوا في التقرب من أحباكم وتعزيز العلاقة معهم بوسعكم ممارسة نشاط فني بيطمئن بالكم نسبيا وبتجدوا حليف يدعم تصوراتكم لا تستسلم بل كرر المحاولات ترغب في استكشاف مناطق جديدة بتميل السفر أو المشاركة في رحلة عمل الأجواء الرومانسية وفي نوع من أنواع النجاح خلال هذا اليوم ولكن برضو في قلق حول أحد الأحبة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات برضو من الآن ولغاية ساعات الفجر ومنكم أشخاص ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح ولكن من ساعات الفجر هنا وما بعد طبعا بصير التركيز على الأمور البيتية والعائلية ووسعكم اليوم إدخال تعديل على مسكنكم أو تعزيز الروابط العائلية أهمش أنك ما تسمح لعواطفك بالتأثير على سلوكك وأداءك وما تنفعل حتى لو شعرت بالانزعاج إسعى لتحسين موقعك في العمل ولتثبيته قدم المساعدة لللي بيحتاجها برج الحود من الآن ولغاية ساعات الصباح أو ساعات الفجر تحديدا بتظل الفرصة متاحة لمكسب مالي بيجي من عمل إضافي ومنكم أشخاص ممكن يسترد أموال بتعود له أو يحصل على هدية أو يسمع خبر سار أو يلعب قريب دور مهم ولكن حاول أنك ما تجازف بالأمور المالية أما من ساعات الفجر وما بعد وطيلة النهار هنا بتنشطه في الدراسة بالسفر بالاتصالات ويعتبر يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة وبكون لكم نوع من أنواع التعامل مع أخ أو جار كن عنصر إيجابي وما تتسبب بالنفور للأشخاص اللي بيتعاملوا معك اتفاهم الآخرين وابقى هادئ ولا تفوت عليك فرصة المصالحة والتسوية بل كرر المحاولات السابقة وما تستسلم وحاذر من السرعة وسوء التفاهم هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء